جيل عظيم يمكنه تحقيق البطولات على مدار عدة سنوات الفريق الحالي اللي شارك في البطولة مفيش من اللي كانوا في أرض الملعب واحد شارك في بطولة عالمية مفيش واحد فاس معه منتخب مصر ببطولة إفريقية انت بتعمل جيل جديد وجيل صغير السن سواء بقى محمد هاني ياسر إبراهيم أكرم توفيق حمدي فتحي محمد شريف كلها أعمار سنية صغيرة فأنت بتصنع فرقة للفوز بالبطولات العالمية القادمة كمان أصبح اسمك على كل لسان انك بتالت العالم انك أحسنت تمثيل القرى الإفريقية في هذه البطولة العالمية الكبرى التي شارك فيها باطل أبطال العالم الرهيب بايرن ميونيك طالع انت بطل أبطال العالم بطل أبطال العالم بتشارك بعد فوز بايرن ميونيك بيئة المديليا الذهابية والفوز على تجريس المكسيكي والنادي الأهلي بيفوز على مين بطل البرازيل تخيل بقى لما البرازيل تشوف النادي الأهلي بيكسب بطل البرازيل بل مرازه الشعبية والجماهيرية الطاغية هو وسانتوس أكبر ناديين في البرازيل وهم الناديين اللي في أمريكا الجنوبية الكبار وهم من التقي في المباراة النهائية وفاز النادي الأهلي وفاز بالمراس بصاروخية في الدقيقة 97 قبل إطلاق الحجم صفرتها في الدقيقة 98 بتكسب سمعتك إيه بقى وكل وكالات الأنباء سمع عالمية كبيرة ومكانة عالمية كبيرة تحققها النادي الأهلي في هذه البطولة العالمية القبرى التي لم يكن أفضل يعني المتفائلين كله اللي لقى بعد وبارة الدحيل يا عم ده كسل بالصدفة يا عم ده الدحيل فرقة ضعيفة يا عم ده الدحيل فرقة مشاهلت معين الدحيل فرقة جمدة جدا وقطعت ألسان الكوري اللي هو بطل أسيا فرميته وعمرت علماتش رائع جدا 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 وأداء مميز جدا 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 فبالتالي أيها معاك يا إبراهيم يا فتح أيها معاك يا حبيب معاك يا حبيب فبالتالي ندي الأهلي حقق مكسب كبير جدا من الفوز بالمديليا البرونزية الحاجة التانية أن هذا الفوز الكبير الذي تحقق على أرض عربية وهي قطر إدى دفع معنوية كبيرة للجالية المصرية اللي موجود وخلى المسؤولين في قطر يتمنوا فوز أو تأهل مصر إلى كاس العالم للكبار ليه؟ لأنها جالية محترمة زو سمعة طيبة لها كل التقدير وكل الاحترام من الشعب القطري واتسهمت في نجاح البطول هاجة أقول لك أن دلوقتي في هذا التوقيت بطولة اسمها إيه دي؟ بطولة أستراليا للتانس قال لك ما فيش جمهور ما قلتني؟ تيجي منت بقى هنا في بطولة العالم للأندية بتلعبها بجمهور وتنظيم في قمة الروع وحضور جمهور في منتال الالتزام والدقة وأسر مصرية تشرة في الدنيا بحلها وسهمت في فوز الأهلي بالمدالية العالمية آه يا حبيبي أنا نلصة في قطر وجاي بكر بس بقول رسالة الرحيل خلاص بقول الرسالة بقول بأمر الله يعني وليه حسن طيب من المكاسب الأخرى التي حققها النادي الأهلي في الفوز بالمدالية البرونزية هو إخراس كل الأنسلة الجهلة الغبية التي لا تفقها شيء في قرة القادة التي طلبت برحيل مزيماني لمجرد الهزيمة من بايرن ميونيخ طيب يا ابني كده يبقى برشلولة تقفل النادي بقى وتحولوا مثلا لمركز شباب برشلولة لما خسروا بالتمانية تمانية اتنين فنتيجة طبيعية لأنك بتلعب بطل أوروبا بطل أوروبا فوقه يا عالم انت بتلعب بطل أوروبا الله يحفظك يا أستاذ مجد خالد مجد ربنا يحفظك ربنا يحفظك وكرمك ربنا يحفظك وكرمك فأنت هنا ده مزيماني اللي مخسرش المباراة اللي فازلك ببطولة أفريق قدامنا ديين كبار الوداد والزمال في النهاء فأنت تجي تقول لي لمجرد الخسارة من بايرن ميونيخ لا مزيماني ليس على قدر النادي الأهلي مزيماني ضعيف المستوى مزيماني يحتاج إلى فشخونيا الفشخونيا مزيماني يحتاج إلى البدنجان الهمايوني يا عام مزيماني مدرب وكف ومتميز له إيجابيات وله سلبيات لكن أبدا 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 لا تطالب بإقالك طالب بوجود صانع ألعاب يعني ناصر مهر اللي موجود قد مية زي أفش بكلمك بقى المطولة خلص أفشة محتاج الشغل على نفسه لما بيأخدوا القرى بقعد يلف يحولين نفسه جده عامل زي النح بيلف سبع لفات قبل ما يمرر لازم يتعلم الإيجابية لازم يتعلم الفرق بين القرى الخماسية ولعب القرى الإيجابية لازم تبقى إيجابي على المر مش كل شوية نقعد نبرم ونلف حولين الكور فما جيش يقول لي موسيماني لا مش موسيماني اللي يمشي لا ندعم الفرق بصانع ألعاب طب لو ناصر مهر موجود كان ريح قفشة شوية مبارح جونيور أجيه لما نزل قدام بقى المراسي الفرازيلي فرق ولعب لي ميكر ولعب الدنيا بحاله وعمل شكل حلو بس يا ربي بقى كده على طول لأنه بيخاف من المسحة في ماصر ما عرفش المسحة هناك في قطر خفيفة عليه ولا إيه فكان كويس مستر جونيور أجيه فالفكرة إنك ما تجيش تقول لي لأ موسيماني وحش وبعدوا اعملوا له إقالة لا يا جماعة مش كده مش جماعة مش كده يا جماعة مش كده لا 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 فالناس اللي عاملة نفسها محللين كبار وخبراء وعلى الشاشات بيطلعوا يفتوا ولا على تويتر ولا على فيسبوك وإنها بنقطونا بسكاتكم ليه ما تجيش تقول لي إقالة موسيماني لكن تجي تقول لي إيه على اللجنة لجنة الكرة بالنادي الأهلي اللي بتضم شخصيات محترمة في مقدمة كابتن محمود الخطيب وكابتن محسن صالح وزكريا ناصف وكده بتاع يعودوا مع الراجل ويسألوه زي ما أنا بطلع أقول بتعمل دي ليه ما بتعملش دي ليه ماشي لكن تبقى أنت ما بتسألش وما بتدورش ومحتاج أغنية ما بيسألش علي أبدا لا يا حبيب لا يا حبيب لا تسأله وتحازه لمحمد شريف حطه في المدح لوولتر بواليا مصمم أنك تدينه باستمرار لدرجة أنك هتحرقه والجمهور يشيل منه هل تحتاج إلى طبيب نفسي رياضي عشان يعالج بعض القصور لده بعض اللاعبين زي أفشة زي وولتر بواليا زي مراوان محسن وانت مش أحسن من مستر مانو الجوزيه احتاج إلى ده فترة من الفترات ليه لأن اللعب علىها ضغوط كبيرة جدا ولأن فيه فرق بين تشيرت النادي الأهلي وانتشيرت بتاع في أي نادي آخر وفيه فرق أن اللعب في النادي الأهلي بيضيع فرصة أو بيغلط غلطة جمهوره ما بيرحموش ما بالك بجمهور المنافس والتحفيل عليه فأنت محتاج ده لكن مش محتاج أنك إنت كل شوية توجع دماغنا وانت مالكش فيها أصلا وكل شوية تقول إيه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ما تقعدش كل شيء تقول لي المسيماني يمشي يا رب المسيماني يمشي المسيماني جالك في توقيت حساس يلعب كرة جميلة في بعض الفترات ماشي وبتفوت منه في بعض الفترات لكن ماتش مبارح لو أي مدرب أخر يقول لك يا عمد أنا ناقص عندي ثلاثة لعبه قدام بايرن ميونغ تلت الفرقة غايبة عني علي معلول وقهربة وحسين الشحار لعبت مين يا عمد أكرم ده لعبت ياسل إبراهيم ها ولعبت أكرم توفيق ولعبت مش عارف إيه وهكذا يقعد بقى نبكي على اللبن المسكوب لكن هنا أنت ما بكاش على اللبن المسكوب ولعب بقوة وبتركيز وبرجولة اللي احنا عايزينه هو أداء النادي اللي احنا شوفناه بار بتلعب برجولة وبتلعب قدام نادي عالمي ما بتلعبش قدام أي فرقة في الدور الممتاز أو الممتاز به لا قدام نادي عالمي بايرن ميونغ الرهيب اللي تلت بتربع الفرقة في منتخب ألمانيا ألمانيا بما لها من المكان العالمي في عالم كرة القادة الناس ما بتهزارش ما بتعرفش الهزار ففكرة بقى إقالة المسيماني دي فكرة مرة من بعض خبراء الأهاوي ما دي أنا بسميها فتاوي الأهاوي وللأسف الناس اللي على قاعدة على الأهاوي بتفهم أحسن مئة مرة من الناس اللي طلبت بإقالة ميستر مسيماني بعد الهزيمة من بايرن ميونغ لما تبقى بتلاعب بايرن ميونغ لا 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 السيد صلاح لمعي أهل الله يحفظك سيد صلاح كلام طيب ربنا يكرم لكن لما تيجي تقولي النهاردة وبعين يجي يقولك إيه واحد يقولك ده بشوف مش عارف يا عمي في صلى عنك يا عمي فيش حاجة يسمها قالة في حاجة اسمها زي العبيت لهبل اللي طالع على الشاشة يقولك بل مراز فريق ضعيف إيه علاقة الناس دي بالإعلام الرياضي دي ناس جهلة برخصة بل مراز فريق ضعيف بطل البرازيل وبطل أمريكا الجنوبية فريق ضعيف أعمل فيكو إيه إيه الجهل حزب الجهل النشيد عرأيه أستاذنا أستاذ سعيد واهب كان ده بجي يقولك حزب الجهل النشيد فدي ناس جهلة سواء اللي بيطالب بالإقالة أو اللي بيطلع يقولي إن ادي حيل فرقة ضعيفة أو بل مراز فريق ضعيف كل ناس دي ناس متخلفة ويبقى أن مستر موسيمان له وعليه له وعليه بيقول الإجابة وبيعمل السلب لما بيعمل إجابة بنشاور عليه لما بيخاف بنقوله أنت خاف لي يا مستر موسيمان قال لك ما أنا لو فتحتي أونكل أبو المعاطي الألمان هيدوسوا علي ويشايلونا تمانية إحنا أحصل من برشلونة والتقول لا يا مستر موسيمان قال خلاص خلينا نطلع بأقل الخساب بأقل الخساب أنت ما عندكش حد لقتي يعني مساعة عبدالله السعيد ما ميشي مفيش عندك اللعيب اللي أنت تقول عليه واو في وسط الملع بأكلمك بكل أمان وقفش ساعة تروح وعشرة تيجي يعني ساعة تلاقيه شغال وعشرة ما تلاقوش موجوه لكن يبقى أنه لقيم متميز محتاج بقى حد بقى بتاعلم النفس الرياضي يقعد معهم ويحكي معهم وهكذا لايك وشير وصلي عزين عشان أنا معك في المكاسب الحقيقة نادي الأهل وأقولك إيه اللي جاي لك بكر لايك وشير وصلي عزين نعلم اللايكات عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن لأن فيه موضوعات مهمة عديدة أيوة يا سيد اضرب اللايك تلا هم تتفرج معنا اضرب اللايك كورولس ماجد ربنا يحفظه أيوة اضرب اللايك يا سيد ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك ويسعدك ويحفظك أحلى فانز في الكون كله فانز أونك لأبو المعات ازاك نجم لإسطورة اليوتيوب إسطورة اليوتيوب واللي يزعى لطاق يموت أنا أعمله إيه أنا أعمله إيه اللي بيزعاله يعني يلا يا نجم اضرب اللايك على طول طيب عاوز أقول أن من المكاسب الخيالية التي حققها النادي الأهلي في هذه البطولة العالمية هو إنك أنت العالم عرفك في هذا التوقيت بنت غايب قالك كم سنة سبع تمن سنين لما يتكلم عنك أسطورة الكرة الألمانية كارل هانز رومنيجا رئيس نهادي باير مينشن ماشي بيتكلم عنك وبيشيد جناد الأهلي وبعظمته وبمكانته لما صفحة باير مينش يعني تتكلم عن عظمة الأهلي وأمجاده وانتصاراته وبطولاته على 51 مليون 51 مليون عبالي كده يا رب إن شاء الله ماشي الحال فأنت لما بتبقى بتعمل ده والصحف العالمية بتكتب عن الأهلي سفير الكرة المصرية والعربية والإفريقية بترسم حاجة إيجابية عنك لما بتكسب بالمراس عشان وقت العبودة اللي بيقول لك ضعيف قل له يا ابن طب ده ده البرازيل مقلوبة يعني إحنا نكسب منتخب مصر بصعوبة بألفين وتسعة أربعة تلاتة مع المعلم حسن شحاتة والأهلي يعملها مع بالمراس ده دي ناس عندها كور يقول له آه ما دولنا مخرج الليلة محمد صلاح ومسر إنفنتينو رسل تحدث له كورة القدم تحدث عن عظمة النادي الأهلي مش في ماصر في أفريقيا والعالم مكانته ناس بتتكلم بإيجابية بيتكلم ده من إيه بقى بيتكلم هو بيشوف بطولات وانتصارات وكوادر تشرف يتعامل مع كابت محمود الخطيب يقوله ده حسن لعب في أفريقيا تاتة وتمانين ده نجم النجوم ده هدى في أفريقيا ده كان موهبة وبعدين الخطيب يلاقي منديل جنبه كده أم نطقه كده كورة ما حدش بيعمل الحاجات دي ماشي الحال ففخر مصر والعرب وإفريقيا هو مشاركة النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية والإشادة العالمية طيب برضو في النص كده الأهلي كسب اتنين ونص مليون دولار اتنين ونص مليون دولار بتكلم في كذا واربعين مليون جنيه ماشي ما أكسب للنادي الأهلي من هذه المشاركة زيادة إرادات نتيجة إن الرعاة عارفين إن هم معاهم اسم كبير فقيمة الرعاية تزيد عارفين إن النادي الأهلي بيحترم تعاقداته ولا في حد بيشتم ولا بيعمل ولا بيسو والإدارات المتعاقبة ترجمة نانسي قنقر